عودة لكم من جديد تعد مسألة الغش التجاري مسألة ما هي عادية تحولت إلى مشكلة نعاني منها يوميا فهل هو قصور في القوانين أم أنه لا توجد رقابة حاسمة على مسألة الغش وكيف يمكن حماية أنفسنا من خطر الوقوع الضحايا لما يعرف بالغش التجاري الحديث حول هذا الموضوع دعوني ورحب بضيفته من داخل الاستيديو الأستاذ المحامية الجهراء عبد الرضا شاء الله وشرلتنا بسأل بالكويت في عندنا قضايا غش تجاري طبعا هي كانت مسألة عادية في السابق بس اتطورت وصارت في مجال قضايا يومية احنا نشوفها يوميا تقريبا يمكن خصوصا بانتشار وسائل تكنولوجيا الحديثة وانستجرام و تويتر هي الوسائل اللي الناس صارت تداول فيها السلع وتبيع السلع من خلالها سواء كان هذا شيء قانوني او غير قانوني هذا الشيء ساعد على انتشار ظاهرة الغش التجاري اكثر القضايا اللي تمر مستلزمات تجميل في شيء معين مثلا ملابس مستلزمات تجميل احنا ما نطرق بس بهالامور كذلك العيوب المصنعية في السيارات تعتبر من قبل القش التجاري يعني انت عندك سواء مستلزمات تجميل او ملابس او حقائب او اي شيء انت ممكن تبيعه او ترويجه على انه يكون وهو اصلي او مادة معينة وفي الواقع يطلع خلاق ذلك اينا تمام يعني في حال هذه الحالة ممكن يتعرض لها اي شخص مثلا عندك حتى لو رحت الجمعية وشريت مثلا سكر بالكيلو مو مكتوب ساعات يعني خمسة كيلو ممكن انت لما نتروح توزنيت الى اقل اقل يعني اربعة هذه تعتبر من حالات الغش التجاري رايح تشتري خشب على اساس انه يكون خشب طبيعي تكتشف بعدين ان الخشب مو طبيعي خشب مضغوط او مصنع شنو المشكلة قلة وعي المستهلك ام عدم رقابة لا احنا الحين عندنا صنفين من الغش التجاري غش تجاري عادي ممكن ان انت تقتنع فيه وهو يعني منتج يتم يعني بيعة بس بدون ما يدخل البائع بالموضوع فقط انه يعرض هذه السلعة وتنباع لا في غش تجاري باستخدام وسائل احتيالي احتيالية اللي هي مثلا لما يوقف البائع او اللي قع يروج هذه البضاعة يقنعك يحاول يقنعك بزيادة انها اصلية وروح فهنا داشينا غش تجاري مع وسائل احتيالية القانون راح يفرق بين اثنين طبعا والعقوبة مختلفة بهالمسألة عن المسألة الثانية شنو العقوبات توصلت انت سألتني في البداية اتوقع ان شلون ممكن انا اشتكي في هالحالة هذا اللي كنت بعرفه الآن خلع اعرف العقوبة قبل لا اعرف اشتكي هل يسوى الموضوع ان انا اشتكي وافتح قضية واروح اشتكي على هذه الشركة بعدين العقوبة تطلع ما هي محرزة على قولتك طبعا هي قانونة مجرمة وفق القانون قمع الغش التجاري اللي اصدر في سنة 2007 بالنسبة حق الغش التجاري العادي اللي قلت لك من غير وسائل احتيالية تصل في العقوبة الى الحبس مدة سنة او غرامة ما تتجاوز 2000 دينار بس الغش التجاري اللي فيه وسائل احتيالية يصل الى عقوبة الحبس ثلاث سنوات ما تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة 5000 دينار مو شي سهل لا طبعا طيب شو المفروض اني يسوي انا في حال تعرض او شعرت ان انا متعرض لغش تجاري في اي منتج كان عندك احد الاتجاهين يا انك تتوجه الى حماية المستهلك وتقدم بلاغ وشكوى عندهم ومن ثم حماية المستهلك تحول الشكوى الى نيابة الشؤون التجارية او ممكن انت المضرر تروح الى نيابة الشؤون التجارية وتقدم شكوى مباشرة تمام حجم الشيء ما يأثر في الموضوع مثال انا والله شريت تريفون معين وطلعت مخشوش وانا شريت سيارة وطلعت مخشوشة فبين سيارة بحجمها وبسعرها وبين تريفون بحجمها وبسعرها يفرق ولا ما يفرق؟ وهي قانونا كلها تجرم وفقا لقانون قمع الغش التجاري والعقوبة نفسها لكن في حجم او وقت المطالبة بقيمة التعويض مختلفة بحجم المنتج او الضرر اللي عاد على الشخص نفسه توصل مثل قضايا تنجح يعني يحصون على تعويضون يقول لك ما لا داعي يعني أنا عندي قضية من الدولة الحين سيارة شاريها شخص يديدة يعني مو ماشي عشر تالاف كل ما يدوس فوق الثمانين أو الأمية يعني من الثمان للأمية تطلع أصوات بسيارة غريبة راجع الوكالة أكثر من مرة الوكالة اللي داخل دولة الكويت الوكالة الأم يعني ما في مبرر فخلاص الدعبة شغالة أنت يعني ما تسكت إذا أنت معرض لهذا الموقف يعني إذا هذا الغش التجاري لازم تشتكي عشان يوقف هذا الموضوع حد معين لكل غيرك إي طبعا لكل غيرك طيب بهذه المسألة تحديدا إذا قلنا والله الغش التجاري حصل الآن لكن المشوار طويل على ما أرفع قضية وعلى ما أنطر في الموضوع ويطلع فيها تعويض السؤال الآن من يثبت هذا الغش هل فيه هناك خبر يتندبها المحكمة أو والله أنت تقدر لازم تثبت دليل أن هذا غش تجاري أول مجرد ما تشتكي عند حماية المساهلك أو شؤون التجارية أو الجهات المعنية المختصة في ذلك هي رح تطلع تقارير تثبت شنو العيوب الخفية اللي ما تم أو شنو الغش التجاري وين مواطنة بالضبط في الموقف نفسه بالتالي أنت تاخب هذا التقرير وترفقه بالقضية يثبت الضرر اللي أنت تعرضت له أو مدى الغش التجاري اللي أنت معرض له في هذا الموقف في عندنا قانون الغش التجاري في ثغرات بالقانون تعانون منها أنت ما في أي قانون ما في ثغرات هذا تحديداً يعني أنا بالنسبة لي أن العقوبة تحتاج تجديد أكثر خصوصاً بالوقت الحالي لأن أنت مثل ما أنت شايف وسائل البيع صارت أكثر باستخدام الوسائل الحديثة وأسهل وأسهل وين تريد أن نوصلها؟ يعني ممكن هي جنحة إذا خصير فوق الثلاث سنوات الحبس راح تكون رادع للشخص اللي يفكر أنه يغش أو يفكر أنه يستغل هذه السلعة عن طريق الغش التجاري ويبيعها راح يحس بحساب الحين أنت تشوف أكاونتات وايدة بيع منتجات مو أصلية مثلاً تحط لك تاق أنه براند معين أو ماركة معينة ولكن وهو في الواقع مختلف تماماً عن الحقيقة طيب بين قاعدتين بين يقول لك القانون ما يحمل المغفلين بالنهاية وانتشريت ودفعت وراحت عليك وهذا شيء دارج لما أي واحد يقول لك أنا نغشيت به الشيء خلاص بعد أبلعها وخصوصاً وواحد ثاني يقول لك لا فرها وحشتك وخصوصاً أن البيع باستخدام الانستجرام هذا مو قانوني أصلاً البيع بالانستجرام ما هو قانوني إذا أنت ما عندك محل أو ترخيص تجاري حق محل وتزاول فيه أنت أصلاً هذا الإجراء اللي قاعد تسويه أنك تبيع هذه المنتجات عن طريق الانستجرام أو تويتر أو أي من وسائل التواصل ما هو قانوني ما هو قانوني بس يجرم يجرم أنك أنت ممكن تستخدم أنه هو يعني باع لك هذا المنتج باستخدام غش تجاري أو وسائل احتيالية اللي هي السوشال ميديا وغيرها تعتبر غش تجاري سوشال ميديا إذا أنا مثلاً بعت سيارة في السوشال ميديا إذا أنت أثبت أن أنا شريت من فلان لفلاني منتج معين إحنا ما ننتقل بهالحالة ما نجرم المكان اللي نباع فيه هذا موضوع ثاني أنا رح يعاقب على هذا الأمر لكن أنا إذا بي أجرم أنا صاحب المصلحة أو صاحب الضرر أي أجرم هذا أو أرفع دعوة معينة أرفع دعوة على الغش التجاري اللي أنا تعرضت له أنه قال لهذا المنتج مواصفاته معينة كذا وكذا وكذا لما اشتريت المنتج ودفعت المبلغ اكتشفت أنه في الواقع مخالف للحقيقة تماماً تماماً شركات شو يتلعبون بالقانون شو ممكن أن يطلع من المسألة ويقول لك هي بالنهاية بيع وشراء وما هو غش تجاري لا إذا أثبت الضرر ما يقدر يطلع إذا يعني حتى الشركات الكبيرة وفي الغالب ترى الشركات الكبيرة وشركات السيارات مجرد ما توصل الشكوى إلى الأمور الواقعية خلاص صرت على أرض الواقع ومشيت بالإجراءات القانونية دائماً أنت بتصكي الموضوع فتحاول أن تساوم الشخص أو تعطيه أي شيء عشان ترضيه ويصكي الموضوع لأن تدري هذا الشيء رح يعود خريب سمع طيب شون ما أتعرض حق هذا الشيء كلنا معرضين بالنهاية يمكن أن أشتري سيارة أو أشتري موبايل أو أي منتج كان من محل معتبر فيه مجمع معين أو يمكن من مركة عالمية وأقع في قضية الغش تجاري شون أبدأ يحمي نفسي هو أنك تتفادى وقوع هذا الموقف أصلاً لازم لما تشتري المنتج المعين تتأكد أنت من وين شاري أما في حالة أنت أصلاً شريتها من المصدر الأساسي وكان في غش تجاري فأنت لا حول ولا قوة لازم ترفع الشيء صعب لازم تكون فاتورتها وياي لازم يكون في شيء معين فاتورة إثباتات معينة أن هذا المنتج أو هذا الشخص أو هذه البيانات هذه المواصفات كانت سابقاً متوضحت لي أنها ببيانات ومواصفات معينة خلاف الواقع الذي أنا استلمت وبرجأ حقاً إنستغرام سريعاً نتفق على قضية عدم قانونيتها لكن في حال شخص قال لك أنا ما أقدر أوريك البضاعة أوريك إياها قبل أن تشتريها تشتريها وتدفع فلوسها ودزك إياها أنت تتحمل أنت تتحمل لأنه هو شخص أنا كوني بايع أنا ما أرغمك على شيء أنت بإرادتك المنفردة يأتي ودفعت المبلغ مقابل أنك تحصل على سلعة معينة بس يحق لأنه ما يورينيها قبل أن أبيعها وهو ما في شيء إلزامي لأنه أصلاً إجراء بيع البيع من خلال الإستغرام أصلاً مقانون تمام كل شكر لتشال أستاذ المحامية الجهرة حبد الرضا على هذا الحوار وهذه المعلومات القيمة بالنهاية كونوا حذرين من قضية الغش التجاري فكلنا معرضين لهذا الموضوع مع هذا الموضوع وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كنا معاكم على مدى أربع ساعات متواصلة من تاسعة وحتى الواحدة نهاية أسبوع نتمنى سعيد لكم جميعاً نشوفكم يوم الوحد إن شاء الله ساعة 9 في أباء الله